مساء الخير أهلا بكل مشاهدينا أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة ومصر الأهم النهاردة 7 ديسمبر 2014 عندنا مواضيع متنوعة هنتنوالها النهاردة إن شاء الله من خلال برنامجنا في أول فقراتنا هنلتقي مع مجموعة من الأخبار السريعة موضوع حلقتنا النهاردة لدورة الأولمبياد الخاص واللي تم افتتاحها يوم الجمعة اللي فات والجزء الأخير من حلقتنا هيكون لنا لقاء مع أهم منشتات صحف الغد نشوف مع حضراتكم مجموعة من الأخبار السريعة السيسي المركز اللوجستي للحبوب يوفر ظروفا أفضل للأجيال القادمة محلب يفتتح مبنى المكتبة الرقمية بكلية الهندسة جامعة القاهرة رئيس الوزراء لأسر الشهداء ومصابي الثورة طلبتكم في عني إنار ولا أحد يستطيع التشكيك في ثورتين يناير ويونيو قارة التعليم استقرار الدراسة بالشيخ زويد ورفح بعد استئنافها اليوم تعليم العالي اعتماد إضافي 226 مليون لدعم المستشفى الجامعية وزارة التضامن تخصص خطا ساخنا لتلقي الشكاوى عن دور الأيتام والمعاقين الداخلية تنفي الموافقة على عودة الجماهير للملاعب وتقول أن القرار ما زال محل للدراسة حالة أوراق أربعة من قيادات الإخوان في أحداث مكتب الإرشاد إلى المفت نطلع لفاصل مع كل سادة المشاهدين نشوف من خلال وعراء مجموعة من السادة المواطنين في الشارع المصري كيف نبني مصر ونرجع مرة تانية نواصل لقاءنا ودورة الألعاب الإقليمية الثامنة للأولمبياد الخاص كل واحد يبدل بنفسه يبدأ بنفسه يعني إن الله لا يغير ما بيقوم بنفسه وغير ما بيقومن بانفسه يعني ما نبنيش يعني ما نعتمدش على كل واحد على نفسه على التانية لا قthen هيعمل وكذا هيعمل لكذا مش هنعمل كحاجة يعني محظوظ أن كل واحد يبدأ بنفسه يعمل اللي عليه ولو كل واحد عمل اللي عليه مصر هتبقى أحسن إن شاء الله لازم نعمل ونشتغل ونسيب بقى للحكومة اشتغل ونحن نشتغل مع بعضنا وإيد علىイد تساعد بناء المؤسسات أهم حاجة الاتجاه للتعليم ننشئ جيل طالع يحب بعضه لازم كل واحد يحب البلد بجد كل الناس بتتكلم بس المفروض كل واحد يبتدي هو بنفسه لازم نتحرر من البيروقراطية وكل مسؤول تنفيذي من أصغر مسؤول تنفيذي لأكبر مسؤول تنفيذي إذا كان رئيس وحدة محلية ولذا كان مدير في مصنع ولا مدير في منشأة ولا في جهاز خدمي ينزل الشارع وبلاش قعدة المكاتب المفروض كلنا نبقى ايد واحدة والشعب كله ما يبقاش فيه مظاهرات وفيه إحنا عزي البلد تمشي والدينة تمشي وإن شاء الله خير بإذن الله دورنا العمل والتنمية والإنتاج والمزيد من الشفافية ومكافحة الفساد ومحاربة الفساد عشان نبني مصر نبقى ايد واحدة ونتحد ونحفظ على بلدنا لازم يبقى ايد واحدة كلنا مع بعضين عشان نقدر نبني البلد دي ما نقلش فيه جيش وما نقلش فيه الشرطة لازم الشعب يقاب جنب الجيش وجنب الشرطة عشان نقدر نقوم بالبلد دي كلنا مع بعضين نبني مصر بالعمل والجهد والتكاتف مع بعضنا لإن الفرقة دي مش هتبني مصر نبني مصر بإن إحنا نمش ورقة القيادة بتاعتنا نبني مصر بالإخلاص في العمل دعني أفوز فإن لم أستطع دعني أكون شجاعا في المحاولة ده شعر الدورة الأولمبية الإقليمية الثامنة للأولمبياد الخاص المقامة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والافتتاحها يوم الجمعة اللي فات الدورة مقامة في الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر وكان الافتتاح من السيد الرئيس يوم الجمعة اللي فات في الأفتة كريمة منه لأنه أحد الأبطال اللي كان المفروض يكون المشارك في هذه الدورة الأولمبية طلب أنه يفتحها فبالفعل استجاب في لفتة كريمة للطلب وحضر وتم الافتتاح أيضا حضر الافتتاح السيد الرئيس الوزراء وأيضا خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة وعدد كبير من القيادات السياسية بيشارك في الدورة 14 دولة عربية بالإضافة لإيران تفاصيل أكتر عن الدورة من خلال لقاءنا مع ديوفنا النهاردة بيسعدنا أن يكون معنا الأستاذ عمر محيدين التحاوي نائب رئيس البعثة المصرية وعضو اللجنة المنظمة للألعاب الإقليمية أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك ومعنا معتز ناصر بطل في السباحة ومشارك في الدورة أهلا بيك يا معتز أهلا بيك منورينا النهاردة ومبروك على افتتاح الدورة أهلا بارك فيك وأنا هتكلم مع حضرتك في البداية على شعار الدورة طبعا لأنه بصراحة يعني محفز بشكل كبير دعني أفوز فإن لم أستطع دعني أكون شجيعا في المحاولة فلسفة الشعار وإزاي يعني فكرتوا فيه هو ده قسم اللاعبين اللي عندنا اللاعبين ليهم قسم المدربين ليهم قسم الحكام ليهم قسم فقسم اللاعبين اللاعبين بتقسم دعني أفوز فإن لم أستطع دعني أكون شجعا في المحاولة ده كان كل اللاعبين بيرددوا هو طبعاً وكان معتاز ناصر هو القسم وكل اللاعبين في طبرهم الارض وارض الملعب كانوا بيرددوا وراه طبعاً دي هو القسم نفسه معبر عن الفكرة والهدف نفسه جداً معتاز ما تقول لنا القسم بتاع الدورة اللي انت قلت القسم او داني داني افوس ايو فإن مستطع داني داني اكون شجاعاً في المحاولة في المحاولة جميل القسم انت قلت وهم كلهم رددوا اراك انت يعني حسيت بايه وانت موجود في الافتتاح وكل الناس موجودة فخورة جداً بالمشاركة وحارسين ان هم يكونوا في دورة الالومبياد انت كنت كان حسيت بايه انت حسيت بايه كنت مبسوت انا ببقى ببقى مبسوت فرحون وبحب كل حاجة الحمدلله واشفال معي الالومبياد قاضي تلوقتي مما عادي بتحسن كثيف ان يجي اهتمين الكثيل وبقى على نفسي كثيل وبحب بحب ماما وبحب بابا وبحب اخواتي كلهم وبحب ابويه وبحب حقاتي وبحب كابت المتاعي ايدي اخ معي كابت المحسابي حمادي عادي كمان هكابت المتاع مصر كمان كابت المحي كابت المصطفى وهكابت المصطفى أبو أبو وسط حبيبي وبحبه وبشكل فيه كل حبي وبحبه طب انت لما قلت الانت بتسألك ميزو انت لما انت كنت بتقول قسم كنت مبسوت لما بتقل قدام اللي عايبين كلها انا 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 كنت محب الكثم ده شب كثم ده اه 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 عند تاح السيسي لازم اه 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 عنده كلم ده وهو سلهله النهارده عشان اه بحبه ولازم ولازم، ولازم رنحاته لازم اشكر فيه كويس جدا ورجل اهه اعلجل مسلم ورجل طيب ومحترم وبيحب ربنا وبيحب ص料 ربنا، وعنده والد عنده والد له والد في الات عشان عارف ليه عشان هو جي الدورة وكان عايز يكون معيكو عشان موكي اسمي عارفت انا هسمعك انا هسكت خالص واسمعك عشان عندو عفادي ولاد صغيرين عندو كولاد صغيرين هنا هو ابوهم ابوهم السيسي وعندو ولدين صغيرين وعندو كمان اخو كبير اخو السيسي طيب كبير ينفع اسأل كابتن عمر ممكن تسأليها عدلتك ووالدين تابعين وارجع اسألك تين ازاني تابعك في الاخر الحلقة لا ليه في اخر الحلقة هسألك على طول بعد ما اسأل كابتن عمر كابتن عمر كم احنا قلنا في المقدمة انه في 14 دولة مشاركة في الاولمبياد وبالاضافة لايران ايه اهم ما يميز الدورة السانية الدورة تتميز انه طبعا بعد فترة كبيرة رجعت مصر تاني دي 8 دورة الاولى كانت في مصر وديل تام رجعت مصر تاني اه دلوقتي الالعاب الاقليمية المقاومة حاليا في 12 رياضة اه وفي رياضتين تانين على هامش الالعاب اه تعداد الدول المشاركة اكبر من المعتاد اه رياضات المشاركين فيها عدد اللول برضو اكتر من المعتاد اه عدد اللاعبين احنا الف لعب ولعبة غير المدربين وغير الاشرافة حاليا فدي كانت بنسبة انها مصابت انجلس كويس بتعودوا تعدوا لدورة الاولمبياد قد ايه؟ يعني هو مفروض من الالعاب الاقليمية للالعاب الاقليمية كل سنتين فمنها من ديل دي بنبدأ الاستعدادات طبعا لكن الشغل المكسف جامد قوي يعني كان بدء من حوالي 6 شهور او 7 شهور شغل المكسف لبتالى العدد التصعادي بتاعه بتزيد اوقات العمل بتزيد التعب بيزيد الكلام لكله الحد الحمد لله ما وصلنا الافتتاح اللي حضراتكو شفتوه وبتشريف سيدة الرئيس ده كان طبعا حدث بالنسبة لنا جميل ان سيدة الرئيس يحضر ومعها رئيس الوزراء معها مجموعة كبيرة من الوزراء والكبار الدولة مش عايز اقول لها روح جميلة اوي 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 طبعا تدي كمان حماسة كمان مش جي حضر رئيس مش جي حضر ساعة ولا طايم ولا نوص ساعة لا كان مصر ان هو يتعايش مع الولاد اليوم كله جي حضر معهم من اول الافتتاح لحد ما خلص الختام واكد على ان هو عايز يتعاش معهم وفعلا قاد مجموعة كبيرة من الولاد واقعدوا وتعاشوا مع بعض وتتواصل معهم بيكلم معهم بيأكلوا ازاي ويسعدهم في اكلهم بيكلموا مش عايز اقول لها ريك فيه تعايش كامل يعني احنا شفنا شخصية رئيس دولة مش مش رئيس دولة بس رئيس دولة اب ودي تفرق معانا كتير كمصريين اكيد ارجع بقى المعتز اقول لك معتز ولا ميزو زي ما كابتن بيقولك انا اسمي اه انا اسمي معتز ناس منا عارف انك اسمك معتز وميزو بقى عشان السباحة بس ميزو بقى عشان انت كابتن سباحة وبطل ورياضي لا انا اسم انت كابتن معتز لا انا مش كابتن معتز طيب انا كابتن الارجام هو بطل انت بطل انا بطل مص وبحب مص وبحب أبقى كمان أبقى ملك مصر إن شاء الله وشرف معكم واسف كل حلقاتي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله طب قولي بقى إيه معتز أنت بتتدرب إزاي علشان تشترك في البطولة؟ بتتدرب كتير؟ يعني أنا بقى لي أسبوع كده بتمالك كتير جداً مع كابتن عسانة أسكندرية بعملي زي مثل إيه؟ بتمالك كتير قوي وكابتن بيحب معي إيه طاب معي أكيد؟ قوي قوي يعني هو بس هو مثل إيه؟ بيكافح معي قيمة أو هاته بيقدر يكافح معي قيمة قوي عشان يبللني المستوى بتاعي يبقى المستوى بتاعي يبقى مستوى بتاعي أكبر مستوى إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إنت حققت البطولات قبل كده؟ أنا بعد كده أحققت البطولات من زمان خالص كنت سافرت فين قبل كده؟ أنا أنا قبل كده كنت مسافر سوريا وبعدين أحاصل مشكينك في سوريا مشي وراحوا هناك دمروا سوريا إحنا إحنا هو حضر الألعاب الكلومية السبعة دمروا سوريا تصلوا سوريا كانت في سوريا أه وجبت الميداليات يا ميزو فيها؟ واللي كان طبعا الميداليات أنت جبت الميتها؟ وهناك وهناك جبت هناك ميداليات وموت كمان جبت لي أورج الله أنت كمان بتعزف مزيكة أنا عارضي أورج موت كمان بتعزف مزيكة وانت سوريا قبل سوريا قبل سوريا تتعدى علينا قبل السورة بكتير جدا الله علشان ماش والدي أول بداية معاك في الحلقات طب هاي لذا أنت تبقى ضيف على طول معانا هنا في الحلقات وأنا حتى حتى بشكل عامل أديب وبشكل همثل حديث إن شاء الله شكرك ده يوصل لهم أرجع مع حضرتك كابتن عمر وبكرة إن شاء الله هيبقى فيه مسابقة السباحة في المياه المفتوحة وده بتقام لأول مرة هتبقى في بحيرة التمساح وفي قناة السويس على حد علين كلمنا أكتر عن المسابقة الجديدة هي الفكرة إن ده أول سباق مياه المفتوحة سباق مسفات طويلة سباق منطقة الشرق والأسفة أول مرة يتعمل فكانت فرصة إنه يتعمل في مصر طبعا إحنا اكترحنا الفكرة دي لأن في مجموعة من الولاد كانوا نفسهم عايزين يروحوا كناة السويس هم متقدين إنها خلاص بقى فيها مياه كناة السويس الجديدة فعايزين نروح ينزلوا فيها فإحنا أقنعنا المجموعة منها إن إحنا خلاص لأ المياه السنة دي حننزل في بحيرة كناة السويس اللي هي الأولانية والسنة الجاية في نفس المعهد هنعمل سباق تاني يكون السباق بقى رسمي بمناسبة الافتتاح المجرى الجديد لكناة السويس الجديدة فإن شاء الله هيتعمل في نادي الشرع في محافظة السويس على بحيرة التمساح على كناة السويس على طول وطبعا هناك الإسكندرية كيدات هناك في الاستدادات سيدة الفريق رئيس كناة السويس هناك في انتظار الولاد وهيعمل لهم برزنتيشن كويس شرح عن كناة السويس وعايزين يعرفهم برضو بردو أولادنا محتاجين إنهم يعرفوا وفهموا زينا وحد يشرح لهم فطبعا اهتم بالفكرة دي إن هو هيشرح لهم بنفسه وهيقف على البرزنتيشن وهيعرضوا بنفسه وشرح لهم بالأسلوب اللي يتواصل به معهم وإن شاء الله تكون الحاجة جميلة ومشارفة الماصرين إن شاء الله طب هدغو كناة اتفضل يا معك ما ليش لو كان لك لما هنوح كناة السويس ممكن يقولون لنا لك ممكن يقولون لنا ممنوع ممنوع نخش كناة السويس لا مش هيقولو لكو كده لأن هما مرحبين إنو انتو تطيقوا هقولك لي اسمعيني بس عشان في حاملة جدا في البلد وعطينا أغطي كل عساك للجيش عشان دول هنا عشان كل عساك هالجيش دول بيحرصون يا ميزو بس أنا هقولك يا معتزل بس إيدي علي آه إيدي أنا إيدي عشان عشان دول الجيش كلهم دول هنا دول بيحموا مصر صح؟ هما بيحموا مصر ويحموا المصريين عشان حتى ممنوع ممنوع نخش كناة السويس لا لا ودي طب إنتا تشرح عليك طيب طيب خلصة مستهني دي لها زي زي تكر كده بيكتبوا عليه ممنوع ممنوع محدش نخش خالص عماتل إيدينا التصوير دي عشان إحنا الجيش إحنا بنحميها إحنا بنحرص الأمكية على كناة التصوير محدش 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 نخش فيها خالص أيوة دا بيحصل في الظروف العادية يعني أي حد عايز يروح يزور قناة السويس لازم ياخد إذن إنه هو رايح يزور الموقع الجديد اللي بيكون فيه حفر قناة السويس الجديدة بس هكمل لك يا معتز لا أسمحت تطلطت حكاية لأتاق هكمل لك الحكاية هكمل لك الحكاية طبعا جنودنا هكمل لك الحكاية لك؟ أه طبعا بالهنة والشفة تفضل جنودنا الجيش والشرطة موجودين في الشارع علشان يحموا مصر ويحموا كل المصريين بالنسبة للجزئية بتاعة قناة السويس طبعا هي يعني اللي عايز يروح لازم ياخد إذن إنه هو يروح لأنه فيه شغل موجود هناك في المكان دا فلازم نستخد إذن والناس اللي شغالة هناك يبقوا عارفين إن جاي لهم ديوف يتفرجوا على قناة السويس ويشوفوا حفرها فبكرة إن شاء الله بإذن الله الفريق مهد مميش رئيس هيئة القناة السويس رئيس الهيئة يعني رئيس بتاع المكان ذات نفسه هيستقبلكوا بإذن الله بنفسه هيشرح لكم الشرح بتاع قناة السويس الجديدة هيعرفكم على المكان فهم كلهم بكرة مستعدين علشان يستقبلوا الأبطال بإذن الله بس نفسي قول كلمة صغيرا مول يا معتز الوقت عادي محاوز تاني ها هتعس كندرية اسمتها المهدش ماشي بس في مشكلة على الزبالة الزبالة لازم لازم الزبالة الزبالة لازم تتلم هيا أقول لك برضو تسمعني تسمعني هو طبعا فيه مجهود كبير جدا من المحافظات كلها وخاصة المحافظة تسكندرية إن هم يلموا الزبالة بس ده لازم يكون في تعاون ما بين الناس وكمان المحافظة أو الإدارة اللي بتعمل الموضوع ده يعني الناس أنا عارفة عن الموضوع ده تحديدا لإن عملنا فيه لقاء المفروض إن هم بيرموا الزبالة في معاد معين الناس بترميها في أي وقت يعني هو عايز إن الناس ترمي الزبالة في معاد معين علشان اللي بيلموا الزبالة يلموها كلها من مكان واحد فالدنيا تبقى نضيفة الناس مش بتسمع الكلم للأسف بس ولازم يبقى فيه تعاون ما بين الناس كلها أنا أقولك حاجة وأنت أسعيدني إنها تتحقق أه 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 أقولي كلمة معتزة هقولك على حاجة إحنا عايزين نتكلم على الأولمبيادية معتزة عشان فيه أبطال كتير تبني كيف عايي بس واحدة بس دلوقتي عشان الشعب نفسه الشعب ازلوك الشعب بتسلحش ليه؟ ازلوك نفسه ازلوك نفسه قولوا بيتسلح طب انت هتقول لهم ايه بقى علشان يسلحوا نفسهم المفروض يعملوا ايه الشعب بقى مفروض يعمل ايه ميزو يعملوا ايه؟ ايوه يتسلحوا ايوه وينتسلوكهم لازم لازم يتسلح بالزبط وين البلد ولازم كل واحد يبدأ بنفسه ما يقولش ايه يرمي على التاني او يقول التاني يبدأ الاول كل واحد يبدأ بنفسه علشان كلنا نبقى كويسين بالزبط اهم الحاجة عندي الكهربة تبقى شغالة طول النهال في كل المحافظة ان شاء الله يمتز ان شاء الله نرجع للأولمبياد مرة تانية وكابتن عمر كيفية الاشتراك في الأولمبياد يعني اي حد يعني احنا الحمد لله عندنا ابطال كتير من متحدي الاعاقة وبيحققوا انتازات كبيرة بيجيبوا ميداليات دهب وفضة لما بيشتركوا برا وده يعني بصراحة مجهود كبير جدا جدا بيعملوا ان هم مش بس بيتميزوا كمان بيبقوا ابطال ويفيدوا مصر يجيبوا لنا ميداليات اللي عايز يشترك في الأولمبياد بيعمل ايه؟ هو الأولمبياد الخاص هو بيخدم الولاد في جميع الهيئاتهم وفي بعض اللاعبين اللي هم مش منتمين لأي هيئة الأولمبياد الخاص بيعمل مراكز تدريب مجانا في كل المناطق او في المحافظات اللي مش منتمي الهيئة او مدرسة تربية فكرية او جمعية او نادي بيتصل بينا او بيتواجه لنا واحنا بنشوف أقرب مكان ليه فين وبنزله يحضر بمركز تدريب بياخد الوحدات التدريبية بتاعته مستوى بيعلى يبتد يخش البطولات اللي هي رسمية بتاعتنا سواء الألعاب الوطنية او الألعاب الافرع او المحافظات دي اللي بتؤهله للألعاب الاوكليمية او الألعاب العالمية اللي سواء صحيفية او شي توهية احنا الفترة اللي جاية دي كمان سبع شهور احنا على شهر سبع احنا في استعداد تاني بمجموعة تانية ببعثة تانية هتشارك في الألعاب العالمية الصيفية فلوس انجلوس بس عقب ما تنتهي الألعاب الاوكليمية يبدأوا في معسكر التدريبات بتاعتهم والاستعداد للألعاب العالمية ان شاء الله بإذن الله عدد الألعاب اللي موجود في الأولمبياد قد ايه؟ المدرك في البرنامج الأوكليمي او بما انا صح نقول البرنامج المصري إحنا موجودين عندنا أربعتاشر رياضة ó 15 رياضة كويس في منهم رياضات بينشارك فيها في الألعاب العالمية الشتوية و الألعاب السايفية الألعاب الأوكليمية ديYA دي الوقتي دي الألعاب الأولمية السايفية أو فيها الرياضات العلعب الصيفية السنة الجاية هتكون فيها رياضات وهتكون في لبنان هتكون فيها الرياضات العلعب الشتوية عشان الجليد وكده لأن فيها تزحلك على الجليد وإحنا مصر متميزة في الجزئيه برضو ما عندناش جليد إحنا عندنا كان أبطال عالم لسه رجعين من كوريا في طولة عالم شتوية ومشاء الله الحمد لله جايبين أول في الفلور هوكي بقرص الولاد دي بالمضرب ويجروا على بيتزحلين وإحنا شوها من جدا اللي هم بيجروا على الجليد بس بزلجات كده إحنا بندرب الولاد دي طبعا لإنبهار العالم بينا برا إن إزاي مصر الولاد تكسب وتأخد مركز أولى وإحنا ما عندناش جليد فدي كان بنسبة لهم نقطة اندهاشة طبعا طب إزاي ده بيحصل إحنا بندرب الولاد في منطقة صفح الهرم الرمل هناك هش شوية فالولاد بيتعودوا عليه فلما بنروح المكان بتاع أو الجري على نفسه على الجليد نفسه بيقول لأولاد عندهم هم تدربوا على الأصعب عندنا فبيروحوا طبعا إنت عارف حريك حماس المصريين شوية إحنا عندنا الولاد حماسهم زايد شوية وعارفين إنهم أبطال وعارفين إنهم أتفوقين فإحنا نفسنا نتبقى العملية فيها تقدير واحترام أكتر ما هو عطف الولاد دي تحدد المجال اللي اتفرض عليهم اتدربوا سمعوا الكلام إحنا كل واحد فينا إحنا من الأصحاء إحنا كل واحد فينا اختار مجاله يشتغل فيه أو اختار مجاله يمشي فيه الولاد دي المجال بتاعهم اتفرض عليهم اتفرض عليهم اللي هو بقى في نطاق اللي عنده عقا عنده مشكلة فبقى متحدده إنه التراك ده يمشي فيه هو مشي فيه وتميز وتفوق فإحنا عايزين إن الناس عايزين تشجية النهاردة النموذج بتاع حضور قيادات الدولة في مشجعين جوم كتير وهم ممكن ولادهم مش موجودين في الألعاب لكن جايين يشجعوا الولاد دي دي حاجة جميلة إن هي بتعكس يعني دايما بتتأسى قافة الشعوب من خلال اهتمامهم بالفئات اللي هي زوحتاجات القاصة أو كي فالنهاردة لنا حريك لما تلاقي رئيس الدولة وكيادات الدولة وماس كتير من المشجعين الولاد سواء من الشعب أو المواطنين يجوا يحضروا فده بيدي إن إحنا بقت نصر على تراك حلو بقينا في اتجاه كويس والنهاردة إحنا برضو على قد تقدير وعلى قد التشجية اللاعبين والأبطال بطولنا الحمد لله بيحققوا بينجيب مداليات بمثلا أقل لعب من اللاعبين بيسافروا بيرجعوا بيرجعوا على الأقل بمداليتين أو تلاتة بتخليها حريك في بعثة تعدادها من مئة لعب أو تسعين لعب لما تجيب حصاد كل دي مداليات بتبقى حاجة كويسة طبعا شرف كبير قوي وفخر كبير جدا وطبعا لازم يلقى الدوق أكتر على الإنجازات اللي بيحققوها الأبطال إنه ده مش بس بيخليهم إنه هم مبسوطين بيديهم دفعا إنه هم يكملوا أكتر أعتقد كده طيب كلمني حضرتك إنه يعني صناعة البطل بتكون إزاي طبعا إحنا الولاعبين اللي بتجيل عندنا يعني أنا لفت انتباهي في كلام حضرتك إنه أنت حيك بتقول هم عارفين إنه هم أبطال ودي نقطة مهمة جدا بتدي حافظ قوي معناوي ونفسي عند البني آدم إنه هو يتميز فإزاي نحقق ده بالنسبة للأطفال طبعا ده على كل المجالات إحنا بدي نصيحة نديها للكل لأنه الكل لازم يستفيد منها طبعا هو فكرة الأولمبيات الخاص قائمة على جزئي اللي هل يقوليها دي إنه هو أهدف الأولمبيات الخاص اللي هو تعديل سلوكيات الفرد معك فكريا من خلال الرياضة فالأبحاث تتعاملت برة واكتشفوا إنه إن الرياضة هي أفضل حاجة لتعديل سلوكياتهم وتعديل آآ تعديل صحي وتعديل أداء وتعديل تواصل فده بيتعامل مع حتة إن إحنا بتجينا الحالة أو بتجينا الولاد بنمررهم بمعظم الرياضات بنكتشف إيه قدرة لعنده في التواصل مع الرياضة دي أو الرياضة دي هو قدراته تتماشى معاني الرياضة وبيتم التواصل معها وتواصل في فتر التدريب وبيكمل لحد ما بتفوق فيه صعيد تاني موجود في الأولمبياد الخاص الأولمبياد الخاص لي برامج كتيرة بتخدم أو بتخدم اللاعب بحيث إن هو يوصل من يوقع بطل المبياد الخاص فيه عندنا الكشف الصحي على اللاعبين اللي هو من خلاله إحنا بنكتشف في بعض الأعقاط المصاحبة يعني زي إن الولاد ممكن ما يسمعش عنده مشكلة في السنان وعنده مشكلة في النظر الألوان عنده فيها مشاكل فولي الأمر دايماً بيعتقد أو بعض الناس بتعتقد إنه هو جزء للأعاقة إنه لما بيقوله خد تاخد الأحمر ولا للأخدر هو مش عارف يفرق بيقوله خد تشرب عصير هو مش عايز هو مش عايز عشان ممكن سنانه بتوجعه من العصير لكن لو عالجنا له سنانه خلاص إنه مشكلة خلصة فإحنا النهاردة عندنا إعداد للأطباء بنعمل دورة الدربية للأطباء إزاي يكشفوا على أولادنا إزاي يقدر يتواصل معهم يتحول من طبيب بشري عادي بيكشف علينا إحنا لأ لإنه هو طبيب بشري متخصص في التواصل مع زيو الأعقاط الفكرية إزاي يحايله وإزاي يكتشف معه العيب فين نهاردة نفسي كلام على السمع نفسي كلام على كلام بنعمل إعداد لتوعية للأسر إزاي يتواصل مع أولادهم لهم الأبطال إزاي ينصنع بطل فيبقى لازم نتواصل مع ولي الأمر عشان يبقى التدريب والبيت فلاين واحد بنعمل إعداد للمدربين نهاردة المدربين الأفضل هم مدربين رياضات ومتخصصين بس إحنا بنسكولهم بحطة التخصص بتاع الأولوبيات الخاصة إعداد للمتطوعين إزاي فكر وسياسة التتطوع النهاردة في نموذج مشرف في الألعاب الأقليمية كم كبير من المتطوعين موجودين معنا شباب مصريين كان فيه تعاون بيننا وبين وزارة الشباب واهتمام وزارة الشباب جامد إن إحنا عملنا معسكرات بقى لها كان من أربع شهور معسكرات بتتروح من 500 إلى 1500 شاب وشابة على إزاي هنشتغل في الألعاب الأقليمية السياسة التتطوع أو ثقافة التتطوع دي مصري محتاجها شوية فالنهاردة اللموذج ده بقى كان مشرف وكان كبير من اللاعبين من الشباب متطوعين معنا في عندنا لعبين كمان اللي هم اليونفايد اللي هم اللاعبين الشركاء في الرياضات الجامعية في موجودين معنا لعبين أصحاء بيجي لهم بنطبق معهم سياسة الدمج ما بين ولادنا والأصحاء إزاي يتواصلوا معاهم وإزاي يتدربوا معاهم وإزاي يبقى فيه في الماتش إزاي هو يباصل للزميل وإزاي يلعبوا مع بعض وكلام اللعاب الأقليمية دي قالك تدوق على ولادنا ورت للعالم أو ورت للناس أو ورت للمجتمع إن الناس فيه ناس كتير قوي بتهتم بالنهاية تتواصل بس إحنا عايزين كلنا نهتم عايزين سياسة تطوع دي ما تبقاش مع يوم أو حدث لا إحنا عايزين كل اللي يشتغل معنا في الألعاب الأقليمية يرجع للعيلة للجران للأسرة يشوف فيه بعض الأولاد لسه جوا جحورهم لسه ما فيه بعض أولاد الأمور مكسوفين وخايفين ومش عايزين نزهرهم إحنا محتاجين نوعيهم محتاجين نوصل لهم الفكرة لا تعالوا أولادكم اللي أنتم مكسوفين منهم أو محرجين منهم لا أولادكم دولهم ممكن يشرفوا العيلة كاملة النهاردة الرئيس جيه عشان قطرهم اللاعبين عندنا لما بيسافروا بره بيسافروا بيقابلوا رأساء دول أولادهم فالنهاردة اللاعبين ممكن أخوه ما يكونش خادر فرصة دي أخوه ما كانش بطل لكن ده النهاردة بطل يتعرف من خلال رياضهم لعباء أو رياضة هو مشترك فيها بالزبط طيب هن هطلع مع حضرتك ون هنطلع مع كل سيد المشاهدين معتاز يشوف التقرير ده معين هنشوف مع حضرتكم تقرير من الشارع المصري أراء مجموعة من السادة المواطنين على حضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفتتاح دورة الأولمبياد الخاص في الدورة رقم 8 جميلة أبن الرئيس السيسي اللي عملوا ده وإحنا بنحييه وبندوم صوتنا ليه كنا نتمنى نكون معا هو فعلا ده صح والمفروض أصل العناية بالناس دي أو العناية بالمعاقين أو العناية بالدورة دي فعلا هيدي روح حلوة جدا للشعب ويدي أن الأمل الكبير في وضع 25 يناير و 30 يونيو وبعد طبعا ما انتهت السورتين فإيه الناتج اللي هيود علينا ده كان من ضمن الناتج الفكرة أنه يحضر الافتاح بتاع دورة الأولمبية يبقى الرئيس برعا معاقين وهنتقول لهم إن شاء الله ويعملهم حاجة كثير أول والله أهمش جديدة رئيس السيسي كان فجئنا بكنا بقناة السويس وفجئنا بدخوله أول نبو ويخش مدقلة تلفزيونية كانت حافز وشفنا تاني يوم احتفال مبهر وكلمة كويسة تحولت الإيجابية أربع مدن جديدة هيبدأوا يشغلوا فيها فعايزين مفاجآت كثيرة منه هو يستجيب للجماعة المعاقين بالذات عشان ياخدوا حقهم وحضوره كان كويس حتى بالنسبة عليهم بشرهم هو أنه هيعمل لهم أربع مراكز في أربع محافظات مهتمين بيهم وبظروفهم ويحسنوا من ظروفهم طبعا البحير رئيس على اللمسة الإنسانية دي وبقول له يريد تكمل مسارتك مع المعاقين لأنه نحن عندنا 15 مليون معاق محتاجين قوي 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 دعمك محتاجين توجهك محتاجين متابعتك الشخصية مع الحكومة في تفعيل خدمات خدمات على الأرض الواقع هي حاجة مش عرفة جدا ومن الطبيعي جدا أننا نهتم في مصر بالمعاقين والغير المعاقين لأن دول بيمثلوا ناس مصريين وبيمثلوا الشعب المصر وفاقة كبيرة منهم جدا ومن المفتدل أن الدولة بتقف معاهم وبتقف وبطرعيهم يعني نرجع مرة تانية نواصل لقاءنا مع حضراتكم وهارجع معاك يا معتز أنت ابتديت السباحة وانت صغير أنا زيتي كنت تقولي كده بالزال أغلت لسه صغير خالص كنت لسه سبيبي مشي وبعدين كنا عندي كابتن كده اسمه وصفق قابلي من الزمالي خالص أه نفرت لدي لما كنت منزل معا مالله غلقني في الغويت وبيحبش أنزل في الغويت هم فتعلمت بقى؟ قلت لازم أبقى شاطر في السباح وبعدين إيه؟ لام كنت من الغويت كنت حاغلق تحت هم وبعدين أنا أصلا بحبش هبش غويت هم وبحبش أعد الاسكتير تحت عشان حتى ودالي ملت رجعني هم ودربت معا الكابتن وبقيتهم كويسا ياريز منك اللتي احبوا كفذة مدة اسم كنا اسموا مصطوفة القبلي يقولi احبوا اوي بس مية شمي وبعدها كده ازا اكز انا من نفس انا ازا اعصنت كتير اوي 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 والغاية بعكنا ايه؟ انا اقولت لسا دغاية بعدين كبيرت با لا اقولت لسا كنت لسا دغاية لسا بي كنت با حبيب ولما تحسنت يا ميجو لما تحسنت تكمل لحيتري بقى لما تحسنت بقى بيت هما وصلت بيت فين بقى طب اسبر بس حاضر انا كنت لسا كنت مولود في فتلي ممتش اه وبعدين بعد انا بكيت ولد بعدين كم سنة وقتين بعدين اتنين اتنين تلاتين سنة وبعدين هكمل هبعادي تسعين سنة ان شاء الله ان شاء الله ربنا يديك العمر والصحة واتحقق بطولات وكل يوم تبقى احسن من اليوم اللى قبله انافسي اقول كلمة اتفضل انافسي اسافل بلا بطولة عربية عايز اسافل اوروبا ان شاء الله ان شاء الله يعني في دولة معينة عايز تروحها في اوروبا ولا اي دولة في اوروبا لا اوروبا الوحيدة انا عادة الوحيدة ما عادة صوري خلاص تحدد بس لا مش عايز صوري خلاص انا خلاص عايزة في اوروبا انا كبتن بتاعت اوروبا يده اسم كبتن عامل معي والحالة بحبه قوي بشكل فيه عشان عادة الولادة الوياديين بحفظ عليهم عشان عادة الولادة وعادة الولادين وعادة بنتين اتنين ما شاء الله ربنا يخليهم ويخليهم يا رب يا رب ويحبز عليهم وعادة مراته ويجوز مراته وعايش معيها ربنا يخليك يموتس وعادة بشكل فيه عشان كبتن ده حبيبي ويحبه واشكبتن انت مقلتش لطنت ان انت النهاردة عملت ايه في السبق النهاردة التصفيات تلكت النهاردة الصبحية عملت فيها ايه انا في التصفيات دي كنت بعمل التصفيات بني من زميلي زميلي كان وقف فوق المنط من الامراء ماشي وبعدين لأ اهوانا زي اوكل في الميا وبعدين انا كنت فوق ها الاول بداية وعادين كنت مستني على الستارت اول 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 جويل مثل الحيطة دي نحنا ايه نوتت نوتت ايه مم ولا عارته ان هو كن ايه هو كان مفز بادة تابع نا فهو اللي هو بي ازميل ويلمس هو ينط كده هلا انا با هو بس بيشرح لي عشان انا مش عارف السباقي معتازة تابعيني الولد دا كان هناك ماشي انا انا اخي البداية كنت هنا ماشي وكنت على 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 الستارت ماشي وردك في المياه اوهو اوهو كي بيعوم بسرعة اوهو با ايه مثل حيطة نحا لازلت ايه اوهو برضو عايز يوضح برضو ايه ان الولد التاني اللي وقتك مرض كان بيبدأ من تحت اه لكن هو بيبدأ من فوق اه من فوق دي يعني يسباح قوي ومتميز بيعمل ستارت صح يعني اه صح طب كويس انا حضرتك شرحت لنا لان احنا مش عارفين بيحطاف جمل وفيدة اه 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 اولا اكت بحب 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 بشجو كالدايحي طب انت 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 عمت النهارده القرول ولا باك اه 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 ان شاء الله اان شاء الله اه 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 بعد وكل مشي خلاص بعد وكل ده خلاص من يوم الخميس عشاء الله يوم الخميس ونحين بيوتنا خلاص كده وتخلاص البطولة هتبقى زعلين لما البطولة تخلص لا خلاص بعمل علي كل حاجة كل حاجة بعمل عشاء خلطة لربنا لبنا ده بيحبيني وبعمل علي كل حاجة فالربنا هتطلع وبعد ما تخلص البطولة تستعد عشان البطولة اللي بعدها يعني لازم تتدرب كتير عشان في بطولة جاية بعد كده حتى بعمل علي كل حاجة بشي بيديها في مستوي يعني بعمل كل حاجة فالربنا وبايك لوني بقى ياسف هي تانية سافر لا سافر لو برجو كديش بجو نسيب تانية سافر خلاص بعمل كل حاجة علي بعمل كل حاجة احنا عندنا روح رياضية اي ها روح رياضية عالية جدا هسافر بس هسافر بس انا بعمل علي سح بس قلت في حاجة انه هو يعني يعني رحت بقبل سنة كمان 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 شكرا كابتن عمر الالمبياد فيها ميتين وخمستاشر لعبة هيشتركوا مشتركين في الدورة دي من كل دول العالة يعني من كل الدول المشاركة ولا احنا بنتكلم عن مصريين متين وخمستاشر لعبة متين ستة وعشر لعبة اه كل العدد متين ستة وعشر لعبة دي باسة مصرية بس اه تب ما شاء الله لكن بقيت الدول بقى بتتروح عددها من خمسة وسبعين من ستين من تسعين لعبة بس مصر علشان هي الدولة المضيفة فدخلها بدابل كوتا دابل العدد علشان هي المستضيفة للحدثين طب احنا مستوينا في الرياضات اللي بيشتركوا فيها ابطالنا بيتحسن سنة ورد تانية؟ طبعا المنافسة احنا دلاتي الولمبيات الخاص برضو كان في الاول بدايته مشاركة بس لا النهاردة بقت المنافسة ومنافسة قوية احنا النهاردة بقت العلعاب الوطنية عندنا في مصر بقت تعدادها كبير بقت المنافسة عالية بقت النهاردة المدربين واللعبة بقت فيه متابعة وتنافس ما بين الاندية والمدارس والحيئات والجمعيات تنافس غير عادي بينتظروا الالعاب او المسابقات امتى واستعدادتها امتى ومين حصد عدد المدليات ومين قدامه قد ايه كل كلام ده بقى وخد طابع تاني بقت المنافسة بقت اعلى كل مدى بقت التعداد اللاعبين بيزيد اقبال توعيد اولاء الامور بتزيد فبقى اقبال اللاعبين على تدريب ومشاركة في بطلات اكتر كل كلام ده احنا بقينا على التناج ده اكبرنا عليه بقينا موجودين فيه عظيم حضرتك يعني في السؤال اللي قبل كده قلت انه مهم جدا موضوع الدمج وان ده فات بشكل كبير جدا قبل كده يعني انك تعرف انه كان بيبقى فيه فصول خاصة يعني متحدي الاعاقة او المعاقين والاصحاء بيكونوا لوحدهم دلوقتي لما بقى فيه دمج ده بيفيد اكتر ازاي يعني بيفيد وجه الاستفادة بيكون ازاي بيفيد الاثنين اه النهاردة فيه فيه مفهوم خاطئ عند بعض اولاد الامور وللأسف اه ان ابنه اللي هو من الولاده الاصحاء لما يتعامل مع اولادنا ممكن درجة زكاء اوتقل ممكن يكتسب سلوكيات اه مش طبعية طبعا المعلومة دي خاطئة الولاد اه لما بيجوا يتعاملوا مع اولادنا بيبقى بيبقى هو بيعارف ان هو اول هام هو حس كده بتحمل مسئولية صح فبقى عنده دور ان هو حيتعامل مع اللعب ده باسلوب اللي يليك ليه يستوعد منه اي ردود افعال يبقى انا كده ابني اللي انا اه اللي هو الطبيعي انا بقوله اول درس ان انا علمته ازاي يتواصل معه ازاي بقى عنده فيه صبر وحتة اه عاطفة حتة حنية حتة اه حمد وشكر لربنا على النعم اللي هو فيها حتة ان هو لازم طالما هو قادر يبقى لازم يدي يدي اللي محتاج كل الكلام ده احنا بمشاركة اللعب بس عملت خدمة كل النقط دي بيخدم اولادنا ان هو بقى بفيه تواصل في مستوى عالي شوية بقى ان هو بدا ما هو كان اه صاحبه او او زميله في النادي اللي هو بيلعب رياضة تانية مش موجود بيسلم عليه من بعيد او بيشوفه رايح جاي لأ النهاردة بقى شاوره من بعيد لأ ده بيجي يسلم عليه بقى فيه بينهم من بعض تليفون جزئية دي فرق كتير اولياء الامور اللي كان ممكن يكونوا متبعدين عن بعض لأ عشان انا ابني كده لأ بقى فيه دمج بينهم الدمج في المجتمع ده فرق كتير ودمج من اللعبين فرق معنا كتير النهاردة كان شعلة الالعاب الاكليمية دي لما انطلقت من المحافظات اتعملت ثلاث شعلات انطلقوا من مسلس مصر من جنوب من الصعيد من عند اسوان ومن الغرب من فوق من عند مطروح ومن سينة الشعلة ماشية في البلد او في المحافظة خارج فيها المحافظة خارج كيادات الدولة المحافظة وخارج كم كبير من المواطنين اللي هم مدعمين او مشجعين للولاد دي تخيلها ديك لما النهاردة بقت مصر بقت فيه فكرتها بقت فيه تواصل ما بين الناس بقى فيه يعني مش عايزة اقول تعاطف بقى فيه ادراك بقى فيه وعي ان فيه حدث كبير معمول الاولمبياد هيكون موجود والناس تبدأ تتكلم على الحدث ذات نفسه فبالتالي يبقى فيه توعية بشكل او باخر بالضبط وده هيفيد طبعا الجميع احنا قربنا خلاص وقتنا ينتهي فاسألك يا معتز انت يعني انت غير السباحة عرفت ان انت عندك أورج فانت كمان بتحب المزيكة بتعزف على الأورج أعطتش لقى أنت على الاس Cities أنا اعطيت هو من سوريا بالعب توlear وانت عايز ايه ان شاء الله؟ يعني انت ومنيتك ايه؟ تتمنى ايه؟ نفسك في ايه؟ أنا انا واسكي مفكر اش عايز افكر شو فيلاد في الاورمب ي加 ولس لكن حاجات تانية في حدف تاني ايه بقى؟ بلال بلال أولمبيات خالص طيب ايه بقى اللي انت عايزتك؟ مليش بالأولمبيات خالص دلوقت طيب ايه اللي نفسك فيه طيب ايه بتفكر فيه؟ خالص انا تفكر انا عايز سافر الاوروبا وعايز سافر ابو ذابي اوكي كويس سهلين ان شاء الله احنا نضرب كويس عشان تسافر مع الامبيات هتسافر الامبيات بتعت اولوبا اللي جاي؟ لا مش هتسافر مع الساحة? طيب اسمعني ذاتي أولمبيات ا skys stairs لم ا bloaa اولمبيات دي كلها ا fascin فترة و بتخلص انت عايز تروح تتب الله و تبرج استنى ذاتي أولمبياد دي كلها محبي ايشه أولمبيادي خلص ليه بس اكيد؟ انا محبي ايش مكتئمنها شويه وبحبش لي هدف حالية أنا أولو كده بس بخصوص فيها خالص معلش بس إن شاء الله البطولة الجاية تبقى مبسوط فيها أكتر بإذن الله أكيد كل الناس اللي حواليك بيحبوك زي ما أنت قلت في الأول أن أنت بتحبهم أكيد كلهم حاسين بفخر كبير قوي أن أنت بطل بتحقق إنجازات وبتجيب مادليات وبتشترك في سباقات كتيرة جداً وبتقدر أن أنت تكسف وبتكافح وبتكافح طبعاً كفاح كبير قوي أنك تبقى بطل أصلاً ده كفاح كبير يعني حتى كفية كفية عد المدارب إليك في سكندرية بيتكافح وبيتعب معايا وقده ممتو كمان ممتو طب أنت إيه أكتر حتة بتحبها في سكندرية؟ طب أكتر مكان بتحبه في سكندرية إيه؟ أكتر في سكندرية يعني مثلاً بحب سكندرية عشان دي بلدي أيها المكان اللي بتحب تروحه في سكندرية بتحب تقعد على البحر بتحب تروح القلعة بتحب تعمل إيه؟ بحب أكتر من زمان خوارس كنت شغال شغال في سكندرية عمولة دي كنت لها كنت لك كنت لك كنت لك كنت لك كتب ماشي وبعدين حصل عكاية بتاع تصين فلوه بتاع تحب نزلت عد خنازين كيس في ناس أقالب كانوا بتخلين لحاتوا مش حلوة أوكي؟ سنبسة عشان دي مش نزول وانا تدع بتكلم بتكلم بجد عجال دي الناس أجانب بيبوا جوا حيثوا مش حلوة وانا خلاص أولا سبتها خلاص عفوط لدي وأعتمع أهلي وأهلي عايش معا في البيت ركزت بقى في الرياضة بعد كده؟ لسي تركز حلوة تانية أنا عادي بسكندرية عندي بلع بورز بورز زي البوتشي عندي مدالب اسم كبتل الوليد مدالب بتاع البورز بيمراني بورز زي البوتشي البوتشي دي رياضة من الرياضات المدرجة عندنا في البرنامج وهي رياضة أوروبية أكتر ورياضة شعبية حلوة قوي بس تتناسب مع أولادنا أكتر طيب إحنا وقتنا خلص يا معتاز أنا بشكرك جدا أن أنت جيت معنا النهاردة في مصر الأهم بشكرك أن أنت أخدت من وقتك أنك تشترك معنا في البرنامج وإن شاء الله نشوفك دايما أنه أنت محقق بطولات أهيو سواء كان واحدة بس واحدة بس يميز وعشان وقت خلص عشان وقت والله خلص يا معتاز خلاص يا وقت بي خلص الكلمة بقى لكل الجمهور اللي بتفرج علينا يلا أنا بحب أقول تحيا مصر تحيا مصر ودي أحسن حاجة نختم بيها وبحب مصر مصر من جوية دي بحبها شمع مصر دي ومالدنيا وهتبقى قد الدنيا وأحلق قد الدنيا إن شاء الله ومصر الأهم أحسنت صالحة إن شاء الله إن شاء الله قولينا بقى أنا عايزك تختم لي أنت الفقرة دي إيه رأيك عايزك تقول لي تحيا مصر تحيا مصر وعايزك تقول لي مصر الأهم مصر الأهم وعايزك تقول لي أنت قلت إيه الحاجة التانية اللي أنت قلتها أنا قلت حلوة وهتبقى أحلى حلوة وتبقى أحلى كلمة الرئيس عبدالفتاح أحلى أنت قد الدنيا إن شاء الله بس بس مع الكلمة دي من يستيسي لابن يقوله كده بقوله بقوله ربنا يحميك إن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله وبعمل علي كل حق إذا كله بعمله كل حاجة مع ربنا ربنا يحمي كل خير كله معي ومع أهلي ومع الناس القرائب الحمد لله وحوجة لحد وحوجة ليا إن شاء الله وش حوجة لحد وحش وقدامي ولحد يعيب علي ولحد يشتمني ولحد توفو في وشي لا لا العيب العيب حد الشامل كده عيب أنا أصلا حتى خلينا في كلمتين حلوين للأخرين خلينا إحنا في أخر كلمتين حلوين عايزين تحية مصر ومصر الأهم ومصر هتبقى قد الدنيا حسنا بس أنا 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 من نفسي بحبش الإخوان بحبش إحنا هنقول تحية مصر ولا هنقول طب بس عشان وقتنا نتهية معتزة دلوقتي إحنا عندنا فقرة بعد كده آخر كلمة يا معتزة أنا أصلا بحبش مرسي خلاص يا معتزة مرسي جي موسى موتول لأ معتزة لا خلاص يا معتزة إحنا بنشكركم نورتونا النهاردة في مصر الأهم يا رب كل التوفيق بإذن الله ومستنين ختام الأولمبياد الخاص بإذن الله نورتنا يا معتزة هنطلع لفاصل مع كل السادة المشاهدين هنشوف من خلاله تقرير تم درج القراداوي على قوائم المطلوبين في الإنتر بول وهنشوف تقرير من الشارع المصري أراء مجموعة من السادة الموطنين حول هذا الموضوع ونرجع على طول مع حضراتكم وهدى الجندي وقراءة لأهم منشتات صحف الغد المفروض ده كان من الأول عشر رجل ده سبب فساد الحياة السياسية للشعب المصري كله هو سبب الفساد هو سبب الخراب اللي احنا فيه وسبب التحريض وسبب بلاو كتير مش القراداوي بس ده فيه مجموعة تانية عاصم عبد الماجد وعوانه واخواته اللي هم في قطر الخطب اللي كان بيخطبها وكلها كان بتدعو للإرهاب فده يبدأ راجل من الإرهابيين اللي المفروض ان الانتربول الدولي يتخذ مع موقفه يسلمه لمصر ده المفروض من زمان وهو راجل مؤذي الشيخ الكراداوي ده يتحبس ويتحبس 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 ويتعدم احنا هنكون مبسوطين من الواجب تفعيل الانتربول القبض على القراداوي ليس القراداوي فقط قراداوي وعاصم عبد الماجد وكل الهاربين من الأحكام اللي حرّضوا على العنف واللي قتلوا المصريين هنا في البلد مش حاوز اقول شيخ لان الشيخ او الدعية الاسلامية بالبليم وتطلبات او ليه اسس هو بيكون عليه لكن ده ما لقوش اي حال خاله نعم مفترض ان هو يعني بنادا بيسيء للاسلام ياريت كل واحد يأذي البلد ده ولا يأذي المسلمين ولا يتكلم كلمه ولا يوصل رسالة وحشة للشباب اللي طالع ده ياريتهم يعني يخلصونا منه ده كويس جدا قرار مفهود انت كان يتخذ من زمان اصلا سلطات المصرية كانت المفهود حركة من زمان عشان اللقشي قراداوي من اهم المحاردين على السلطة المصرية وعلى الجيش وعلى الشرطة المصريين اشتركوا في القناة